على عكس كتير من تطبيقات التواصل الاجتماعي كان تطبيق سناب شات متاح بس على الهاتف المحمول منذ اطلاقه من اكتر من عقد بس الشركة قررت تغير هذا الاشي فقد اصبح بامكان مستخدمي سناب شات اخيرا استخدام التطبيق من الويب والهدف من هذا الاشي هو منح المستخدمين حرية التبديل بين هواتفهم واجهزة الكمبيوتر الخاصة فيهم بس هاي النقلة الجديدة حطت سناب شات في مواجهة منافس مفاجئ وهو زوم ايوة صحيح بس كيف في الواقع بيشتهر سناب شات بميزة مكالمات الفيديو فوفقا للشركة بيستضيف التطبيق اكتر من 100 مليون مكالمة فيديو كل شهر وبتأمل سناب انه تصير الخدمة اسهل و اكتر متعة من خلال اللابتوب وهاي الميزة قريبة كتير للميزة اللي بوفرها تطبيق زوم اللي انتشر بشكل كبير خلال وباء كورونا الا انه بتتميز سناب شات ببعض الخصائص الفريدة الغير موجودة في زوم كالسرعة وسهولة الاتصال لانك متصل بالفعل بالاصدقاء وبإمكانك معرفة ما اذا كان الاخرون متصلين بالانترنت او لا كما وبعض الفلاتر الغريبة اللي بتوفرها تطبيق سناب شات كأذان الكلاب والنمش وميزات تانية رح تتوفر قريبا لمكالمات الفيديو على اصدار الويب فهل ستستبدل سناب شات تطبيق زوم للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today